أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الأطفال المتوفين في غزة بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 بعد وفاة طفل في مستشفى برفح وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قد حذر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية والجفاف مشيرا إلى أن هناك خمسة أطفال آخرين في العناية المركزة